بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلواته ربي وسلامه عليه السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء السادس والعشرين مع وقفة مع موقف ووقفة اليوم مع عالم جليل ومرب فاضل ومع تقليبي بعض صفحات التاريخ الإسلامي المشرق وذكر موقف بل جملة من المواقف لأحد العلماء ربما الذين لم يسمع به مل كثير من أهل المشرق العربي والإسلامي ويعرفه أهل المغربي العربي هذا الإمام هو الإمام والشيخ عبد الله ابن ياسين الجازولي المغربي الموريتاني قل ما شئت وهذا رجل ولد تقريبا في بداية القرن الخامس عشر الهجري وقصته تبدأ بأن أميرا لقبيلة من القبائل يعني الصنهاجية وصنهاجة تحوي سبعين قبيلة في بلاد المغرب العربي وموريتانيا والسنغال وغينيا إلى غير ذلك أن الأمير يحيى ابن إبراهيم الجدالي كان في رحلة للحج سنة ربعمية سبع وعشرين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة وهذه عادت كثير من الموفقين أنهم كانوا ينتهزون الفرصة للسماع من العلماء في مكة والمدينة في مصر في القيروان فمال ذلك الأمير إلى القيروان واستمع لدروس شيخ مسجد القيروان الكبير الإمام أبو عمران الفاسي المالكي وهو عالم جليل القدر عظيم الفضل رضي الله تعالى عنه أرضاه فأعجب جدا بدروسه ومواعزه وتأثر بها ثم الرجل يحمل همّا في صدره يحيى ابن إبراهيم هذا يحمل همّا في صدره يتمنى هداية قومه في الصحراء الإفريقية الكبرى وفي مناطق البربر وفي مناطق الطوارق والملسّمين يوجد جهل شبه تام بالإسلام تحيط بالمسلمين وسنية كثير من المسلمين لا ينتسبون للإسلام إلا بالإسم نريد أن تشرق شمس الإسلام في تلك البقعة من الأرض فطلب من الشيخ أبي عمران الفاسي أحد تلامزته النجباء الموفقين بشرط أن يكون صاحب رسالة وليس صاحب حرفة ليكون معه ليتولى مهمة الدعوة إلى الله في تلك البلاد ليرد الناس إلى دين الله ليبعد تلك المنكرات التي اختلطت بالدين باسم الدين وليدعو غير المسلمين إلى الإسلام فأعرض الشيخ الأمر على طلبته فلم يتشجع أحد فكتب له رسالة للشيخ يعني أو لأحد الشيوخ في مدينة أو في بلاد المغرب في ذلك الوقت لهو أرسل رسالة لأحد تلامزته اسمه وجاد بن زلو اللمتي أرسل له رسالة أنه يرشح له بعض التلاميذ للقيام بالمهمة ذلك الأمير يحيى ابن إبراهيم الجدالي أخذ الرسالة من تونس من القيروان وذهب إلى بلاد المغرب وبالفعل حضر بعض دروس وجاد الشيخ وجاد بن زلو اللمتي حضر بعض دروسه ودفع إليه برسالة فأكرمه الشيخ أيوم إكرام ثم عرض الأمر على طلبته وإذا بأحد التلامزة النجباء شاب نجيب فاضل عالم ومعروف بصدقه وإخلاصه اسمه عبد الله ابن ياسين فاستعد للقيام بتلك المهمة بالفعل حمله معه ذلك الأمير وذهب معا إلى تلك المنطقة وبمجرد أن وصل الأمير استقبله الناس بالحفاوة والترحاب فهو أميرهم ملكهم إن شئت قلت فاستقبلوه بالحفاوة والترحاب لكن الأمير في الحقيقة وأنا معجب بشخصيته لأنه مهموم بهموم أمته وقومه ومجتمعه نزل من على بعيره وأخذ بزمام بعير الشيخ عبد الله بن ياسين وهو أصغر منه سنا وقال أتيت إليكم بهدية هذا شيخكم الذي سيعلمكم القرآن والسنة ثم أشار وقال هذا الشيخ يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صدره فكاد الناس أن يحملوا ذلك الشيخ على الأعناق وأكرمه أيما إكرام الشيخ عبد الله بن ياسين هذا والذي يعده كثير من العلماء أنه العالم المجدد على رأس المئة الخامسة على رأس كل مئة يبعث الله تعالى لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها فنزل في أرض صحراء جدباء من حيث التضاريس والحقيقة قلة من المطر أو قليلة المطر قليلة الزرع وهي جدباء صحراء يعيش فيها مجموعة من الملسمين إن شئت قلت من البدو الرحل والذين يتنقلون يعني بسفينة الصحراء بالجمال في تلك المناطق الوعرة الشاسعة كانت حروب في تلك المناطق تدب بين زعماء القبائل حروب طاحنة تدب ودي منطقة إفريقية تشمل جزء يعني من موريتانيا من السنغال من بلاد المغرب أو من المغرب من الجزائر فالشيخ بدأ مهمته وكانت المهمة شاقة للغاية ولم يكن طريقه مفروشا بالورود لم يكن ممهدا ولا معبدا بل وجد هالة من الصعوبات من عبدة الأوسان ممن ضاقت صدورهم لأنه قال لهم لأنه قال لهم هذا حلال وهذا حرام فضاقت بعض الصدور لكن التف الناس حول الشيخ وفي نفس الوقت مسل سلطة دينية مع سلطة سياسية فاتسعت البقعة والرقعة التي انتشر فيها الإسلام في ذلك المكان ثم بدأت الرسائل تأتي للشيخ أن أغيسونا وعلمونا دين ربنا وأبعدوا عنا أعداءنا من الوسنيين فكان ينتقل لتلك المناطق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لينشر فيها الإسلام نواصل المسيرة مع إمام المرابطين ومهدي المرابطين الإمام عبد الله ابن يسين في اللقاء القادم القريب لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيبي جيتماعكم أستودعكم الله السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أعني أعني أعني